أكثر من 60 ألف زائر مهرجان البحرين للطعام في نسخته الثانية حيث حاز عن عجاب الجماهير ما نفع زواره للمطالبة بتمديل فترة قامته وذلك نظرا لما يتمتع به من أجواء مبهجة ومتميزة حازت على رضا الناس تفاصيل مع زميلة خولة لغرينيس في أجواء ربيعية رائعة ومناظر المباني الشاهقة المطلة على خليج البحرين ارتسمت البسمة على شفاه زوار مهرجان الطعام في نسخته الثانية حيث سجل منذ انطلاقته في فبراير الماضي أكثر من 60 ألف زائر يستمتعون بعروض الطهي الحي من قبل أبرز الطهات العالميين فضلا عن العروض الموسيقية والترفيهية التي تناسب جميع الأعمار ارتأت اللجنة المنظمة للمهرجان تمديد فترة إقامته بسبب المطالبة المستمرة من زواره حيث عبروا عن سعادتهم ورغبتهم بزيارته أكثر من مرة مؤكدين على أنه يتميز بالكثير من الأطعمة العالمية بالإضافة إلى الأجواء الرائعة والمتميزة في المهرجان الشيء وايد حلو جميل أول مرة يصف بحرين وأدعو الجميع أن يشارك ويجرب طبعا أول مرة يكون فيه تزمع هاي الحجم بالنسبة حق المطاعم والأماكن التي تقدم أكلات متنوعة وفيه برامج كثيرة وترفيهية أسول طراح من سمعة المهرجان الطيب والله يوفقكم إن شاء الله وحنا نمسط إذا في البحرين انفتحت مثل هذه الأشياء والله جيت البحرين بعد ما سمعت عن الفعاليات في المعرض وما شاء الله المعرض كان مرة منظم وترتيبها حلو وفيه كل ما تحتاج العائلة بصراحة يعني وكان منوع من فعاليات غنائية لا مطاعم وجو عائلة صراحة مرة روعة تجربة ترفيهية عائلية متميزة للزوار من داخل مملكة البحرين ودول الخليج العربي جالوا بين أكثر من خمسين مطعم ومقهى ورائحة الطعام الغنية التي حركت بداخلهم الرغبة لتناول كل ما يتم طبخه في خليج البحرين ما شاء الله حلو وناجح وفيه فعاليات حلوة وشيقة ما شاء الله وانصح الشباب أنهم يتواجدون في الأماكن هذه مسلية وفيها ترفيه حلو وانصح العوائل نفس الشي يتواجدون فيه المهرجان الصراحة وكان صراحة وايد ناجح فعاليات وايد حلوة والحضور كل ما لا يزيد والإقبال كل ما لا يزيد وبس يعطيهم العافية للمهرجان الطيب شفنا مطاعم من أماكن وايد بالعالم موجودة هنا في البحرين وأتمنى أن نشوفها قريب في الكويت وفي الخليج بعد المهرجان حلو أختي وفعاليات كثيرة والأنشطة متنوعة وما شاء الله أكثر من دولة جايمين الأماكن فمعطين أكثر من خيار لجميع التوجهات جميع الأذواق أعجبتني الأنواع المختلفة من الأطعمة والتي دفعتنا إلى تجربة كل ما يتم عرضه علينا فهذا المهرجان حقا رائع ومكتظ بالزوار سعيدين جدا بتواجدنا في هذا الإفنت هذا الإفنت ليفتقده جميع دول الخليج مثل ما تم شايفين معاي اليوم حضور من جميع دول الخليج من السعودية والكويت وقطر وكل مبتهج بهذا المعارض الجميل جدا الأجواء الترفيهية والممشى المفتوح فتح شهية الأطفال للعب والرغبة في تناول كافة الأطباق الشهية يا أنه والسناس أنا من ضاعف في مكان واحد وإن شاء الله هي مارثانية والمصيغة حلوة ويمكن أقول حق رفجاني يوند هني العروض عجيبة والريحة المأكل ينن وأبو أذهب إلى العروض بعد مرة ثانية وبعد المكان واللي خلوة حلو أنا هنيم ويا أختي ونراوي الناس شنو نسوي الشوكولت اللي نسوي فعندنا أشكال واحد من الساعة الخامسة مساء وحتى منتصف الليل عشاق الطعام على موعد مع احتفالية متميزة فاتحة للشهية تدعوهم لتذوق مختلف الأطعمة التي يقدمها المهرجان من الأطباق الشرق أوسطية والغربية والأسيوية والهندية والأغذية الصحية والعضوية في جو مليء بالمتعة والمرح ممزوج برائحة الطعام الشهية أهالي البحرين وزوارها يمضون أوقات مسلية يتنقلون بين مختلف المطاعم التي يحتضنها خليج البحرين ضمن مهرجان الطعام مستمتعين بعروض الفرق الموسيقية والفعاليات الترفيهية المسلية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين